السلام عليك كيف هو الحال إيا شباب بلى له يا شباب كيف هالطقم مولع يعني شوف يا بلى يا شباب أبيض أبيض أسود ρη 있어서 الصونيا ي Palace voltage curcup اللي إنتظر يا شباب مع flowers Society بشباب شكر نضايكم عالدعم؟ دايما نقولك بشكر نX واليوم والله يا يجماعة تعبار شباب هيني بلغة مكحا porque طيب اشت жеми لا والله اجز Fang작 بس يعني ابيك.. يعني شافقة كدا.. يعني يعني بس يعني ابي كدا بس يعني شوية شافقة يعني يعني it- Very nice تعطينيه لايك يعني شباب احتراما للمشاهد خيرها اول موقف لنا ياشباب ايه اوك يا شباب سنخش بسم الله بتخمش وعادة ياشباب عالمواقف هذا مافي حكم يعني بس سيدة ندخل علي المواقف سيدة اول موقف لنا ياشباب بسم الله يوم كنتيما شباب بثامن وedar وצם واسطة كنت معروف بالشخص ولي بصف صوته ح energetic في القرآن انت من اقراركم اشباب لا لا محتاج يعني cafeteria كانوا يخضون من الفيديوanda يعني كانوا يخضوا مني الحكام انت حسنا ننسي بالصف يا شباب اني شيخ ما شاء الله يعني كل واحد يجيني اي واحد يبي حديث معين او يسألني عن شيء حلام وحلال يجي عندي ايه وانا اقول له يعني شنو حلال يا رجال حلال في يوم الايام يا شباب مدرسة ما اتذكر شنو كانت الماده صراعه بس كان يجينا بحصص الاحتياط كان مدرس يا جماعة ينرفز يعني دايما يحشر الطلاب بالصف يعني ذاك اليوم يا شباب يعني انتم تعرفون يعني مستواي في الصف فقلت لازم احشرها المدرس هذا فالحصة هادي يا شباب كان المدرس لابس حديدة تعرفون الحار حركات اللي يحطونا باليد حدايد والسير ما ادري شلون يا جماعة المهم فما ادري منو فتح الموضوع الحديدة المهم المدرس صار يتكلم ويقول ليش الحديدة حرام ما ادري شنو الحديدة عادية او انك تحط حركات هنا عاديك بس حبيبي حرام حلال موجود اتذكر استاذ قال منو يجي يعني جاهزين يناظرني منو عنده الردي يعني انا رفعت يدي اول واحد الجميع طالعني ويس خلاص هذا حصل حين رأي يحشر من المدرس هلا تشيشت يا استاذ ايه نعم يا استاذ دين الاسلام يقول انها انها لحرام وانها لمنكر طبعا منكيس يا رجال ترى ما ادري شنو حكمها عول الشباب والله انتعبوني يا شباب لا تنسوا اللي ا Lieutenant انها لحرام وانه هو التغليد للاجانب والكفره نعم نعم فذاك الوقت اول من قلت هذا الجملة كل بصف خلاص والله صادق يا شباب هو كلام صحيح بس خلاص انا هشرت المدرس طعيم يا رجال42 استاذ سألني يا شباب، السؤال اللي هشرني فيه قال لي announce انت تعرف شنو النية يعني الاعمال وبالنيات قال لي شنو النية لبسي نيته هني أخوني ليه قال لي الاعمال بالنيات انت تدري وش كان نيتي بيوم لبستها يعني انت تدري اذا كنت بغلد اجارب ولا كده قلت له يا اخي ما يلبسونها غير الاجارب اهي طلع معايها الرد يا شباب ما يلبسونها غير الاجارب أنت تغلد الا جارب يا أستاذ لا تعاوم فالشي اللي صدمني يا شباب اللي كنت جاهل فيه ان الحديدة يعني ما هاي شيع أنا ما ادري فيه ولا متاكد فيه لكن قال المدرس وفي بعضهم قالوا هالكلام الصحيح انه.. إذا الواحد يلبس حديدة في معصمه هنا هذا يعني إنه عنده ألم في الظهر أو عنده ألم في العظم ماأدري شنه ألمههم إنيه يقوي أو إنه.. ماأدري شنه ألمههم إنه شيء صحي يعني علاج 만들 عارفت كيف؟ Art quotليث الكلام يا شباب وانا جاهل ماأدري شدي ها.. сорقظ؟ شو له؟ علاج؟ آه .. 있고요 ولا أو الله الشيء الخار يا شباب تلك اليوم يا شباب كنت تنفسوى قصة قصة غريبة يا شباب كنت تنفسوى قصة غريبة يا شباب كنت شايل شعر على الجوانب كله كله يعني ما يبين شعر كده لا شايله كله موسي رجال شايله أمه ومخلي شعر اللي فوق ومو كده أطول من كده مخليه واصل ليه هنا هيا يا بفلة انت تتكلم عن الدين ومخليناك الشيخ ومسويها القصة والله بأجي اسألوا يا صفي دومني من الكس يا شباب وقال لي تعال قدام الصف كله قال لي أوكي انت قلتلي مع معصة محديدة وانا رديت عليك وسكتك الحيل انت ليش بسوي القصة هذي هاي من قصة تجانب ها شباب ان الاعمال بالنيات يا أستاذ هوا يا جباعي انحشارنا يا جباعي شت ياريك خلاص هاي كانت اول غصة يا شباب موقف كعبان يا شباب لا تنسون اللايك أوكي الموقف الثاني يا شباب لو كنت صغير يا شباب يعني تقريبا عمري كان 11 سنة ناعش سنة تقريبا شاب بس اوصف لكم سريع سريع يا شباب هذا بيتنا حلو في بيت على يميننا هذا البيت يا شباب بينه وبين بيتنا فيه شونا يقول لك يعني حديغك هذا صايره ما ادري ما مر ويمينك شجر ويسارك شجر كلك هذا تمر لين توصل عند بيتك يعني ما شاء الله كان منظر كميل صراح ان عيال البيت هذوله وحنا يا شباب البيتنا هذا انا واخوي وعيال خوالي وعمامي وكلهم دائما نتضارب مع عيال البيت هذوله ما اعفي بس انا شفتك شفتني اقصم لك اسر راسك يوم الايام شباب كان عندنا عزيم ببيتنا فيه اوه خوالي كانوا موجودين عمامي فطلعنا برة نلعب يعني كنا صغار يعني ما رح نقعد داخل بحنا نطلع كده ونسول ونروح مثلا البقالة كده ونرجع الزبدة وحنا قلنا نمشي شفنا مجموعة من العيال هذوله كان ثلاثة واربعة ما نتذكر حنا كنا كوم يا شباب كنا 11 12 فما احتاج اكمل لكم يا شباب يعني انا قلتلكم ما عندنا السلام يا شباب عندي لأ ذاك الوقت ان انا صراحة يعني ما كنت ودي اضرب يا شباب لكن يوم شفت يعني حنا عددنا كتير يعني قلت يا ولد غال نضرب يا رجع والله يليت اني ما ضربت اليوم البعض يا شو يوم عيال خوالي راحة وعمامي صرنا انا واخوي بس اثنين اثنين يا شيك طلعنا من روح البقالة يا شباب طريقين عشان تروح البقالة كيف طريق اليسار تكون بعيدة عن هذولة يعني اللي قلنا لكم انا بيتهم على اليمين في طريق انك تمر على اليمين وتمر على الحديقة اللي جاية كده ممر ويمينك ويسارك كله شجر ازاي وتمر على بيتهم انا ما ادري يا شباب شلي خلا انا واخوي نمر الطريق هذا والله لا تسألني يا رجع قاعد نمر يا شباب كده انا لاحظت يا شباب شي وانا واخوي قاعد سولف ونمر لاحظت شي شنو اشفت نعول داخل الشجر يعني قاعدינمر يا شباب على يمين اشفت نعول على الشجر عرفت كيف يعني في واحد زابن لكن انا قلت مستحيني يعني واحد زابن يعني شي يسوي داخل الشجر يمكن واحد قاعد ييقطع الشجر او الشي خطوة 2-3 يوم قربنا على النعول سبرايز طالционر يا شباب اخوانهم الكبار انнопس ايصال بالضبط اللي اضحكت الا انا اللي لاحظت انا اقولكم انا الوحيد اللي لاحظت النعول حلو فيوم قربنا يا شباب اطلعوا افجع قاموا انا سبرايز مضب لاني انا حسيت ان في احد هنا انا عطيتها بريك ورجعت يعني الحمدلله اليميداني اني اضغط يعني اعطيها بريك بريك لي وانحاش وارجع ارجع لي فيتي بس فيش شي نسيته يا شباب وين اخوي يا رجع وين اخوي مسك اخوي والله اتوقع ان اخوي قايشوف المكتب يا جماعة مزيكون جلاتون جلد لفيت راس قلت وين اخوي الا اشوفه يا شباب واحد باسك اخوي من ظهره والثاني قاعد اتوف وانا بالموقف هذا صار لي سلو موشن تارفون هذي اللي يصير بالافلام الوقت يصير بطيء وتقعد تفكر وانا قاعد اهرب اطالع اخوي اهرب ولا اخوي اخوي قاعد شوفه بيضربونا يا شباب سلو موشن انا حسلو موشن طيب شو راح اسوي لو راحت فزحت له يا اخي اذا انا عمالك يا رجال اهرب احسن لي اخوي اخوي والله يا شباب ارجع البيت واسوي لنفسي ما ادريش السهل فكلها نسيت كل شي صار لي فقدان ذاكرة الا بعد ربع ساعة اخوي رد البيت شباب اخوي يلبس نظارات حلو فاول ما رد البيت يا شباب شقوله الفنيلة النظارات مكسورة فوالله يا جباب جلدوه جلدوه اذكر في ذاك الموقف يا شباب اني انا كنت واحد مصخي ارجع لازم تكون ذاكية امس ضربناهم واليوم انضرب اخوي انا طالع منها بشي ما يصني الشي الحمدولي الله يا ابوي درع من نظارة قصرت للا النظارة كانت غالي ابوي عصف راح عندهم وخلاص من ذاك اليوم ابوي درع السالفة وابوهم درع السالفة صدنا مان نظارة بس لما نشوف بعض يا شباب نعطيها كده والله تعبوني يا شباب لا تنسون اللايك هون خلاص اسعشت امنا بالله القصة صارت لي قبل سنة يا شباب بالتحديد يوم الجمعة لا ما صركت ايه 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 تعوي المشيطان يا رجع معل فيه صرقة المهم يا شباب ان ولد اختي كان موجود بيوم الجمعة وجيتني ام تقول لي خذ ولد اختك معاك بصلاة الجمعة خلاي صلي وكده امتلتوك ما في مشكال ارايحة الصلاة فاجيب اويا يا عايق جينا يا شباب بصلاة الجمعة انا صراحة كان ودي علمه يعني عن الدين وكده يعني اخذ منه اجر عرفته علمه الصلاة والسنة هو متعلم لكن كده يعني اخذ منه اجر عرفته يا شباب يوم بصلاة عند باب المسجد قلتولي يلا اجعي الدعاء دخول للمسجد دعاء وخلصنا يلا صلي ركعتين تحية للمسجد يلا بصرعة هذا اجر وسنة واجب يلا بصرعة وبعدين خلص سمعنا الخطبة وخلصت الصلاة وردينا البيت الحمد لله وخذيت اجر يوم ردينا البيت يا شباب وجوعاني يا اخي بتغدى كده ناطر بالصالة воين الاكل يا هدته كلا ابحل اكامي قلت لينا امي تجيني تقول لي وين ب richt مريد ان الضختي لدختي وينه? ما grateful اشعرف상 انا تركلي اماني اون اتركلي انا منا ا اكله انا من اطار تعرته وقعدت يسوي عملية بحث انا جواعني يا جماعة وخص بلا صوت بطني يطلع وأنا قاعد يوم متقورت بالبيت كامل يا شباب يوم وصلت عند القرفة الأخيرة وفتحتها لقيته يا شباب قاعد يصلي واو ماشالله ماشالله هذا والد اختي قاعد يصلي ماشالله توقع لا نسن الصلاة يصلي مرة ثانية هذي وش الصلاة هذه والله ماشالله ماشالله هذا يوم يكبر بيصير شيخ ماشالله ماشالله تبارك الرحماء رح تقول لي يا شباب وما شاء الله يعني سويت نفسي أنا الشيخ وقلت له والله انك كفو وحافظ على صلاتك وخليك قريب عند ربك ولا يبعدك شيء نعم وصلي وادعي ربك يجازيك الخير بإذن الله جاء لي الفضل قلت خنس له وش الصلاة اللي كان يصليها وقلت له يا ولد أختي اسمه أحمد يا شباب وقلت له أحمد ما شاء الله عليك والله يزيدك بالطاع بس سؤال يعني وش كنت قاعدة تصلي يعني أوكي وقال لي يا شباب الكلام الآتي هذا قال لي يا شباب أنك كنت قاعدة نصلي ركعتين التحية للمنزل اه شنو ركعتين التحية للمنزل اه 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 ركعتين التحية للمنزل اي والله الله يجازيك خير وقربك عند ربك الله يجازيك خير وقربك عند ربك اي والله نعم قيم قم شو يقوم قم حظل في الأمكها وبس يا شباب هذه كان الـ و挺واقفprint و شاء الله عجبتكم ان شاء الله أن المكتاة هذه ابتسب فيه bzw و الله لو ابتسبت فيه لا تنسى اللايك ها يا جماعة بروح المستشفى يا الله تعبان والله يا ظهري يا ظهري لا 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 تنسى السلام عليكم